شهدت سماء السلطنة والعالم مساء اليوم حدثاً فلكياً نادراً لم يحدث منذ أكثر من 150 عاماً حيث تجمعت أربع ظواهر فلكية معاً في ليلة واحدة وهي ظاهرة القمر العملاق وظاهرة القمر الدموي وظاهرة القمر الأزرق بالإضافة إلى ظاهرة الخصوف الكلي للقمر وأكد مختصون في الجمعية الفلكية العمانية أن السلطنة شهدت خصوفاً كلياً للقمر حيث إن الخصوف شبه الظلي بدأ في تمام ساعة ثانية وإحدى وخمسين دقيقة بعد الظهر بينما بلغت دروة الخصوف الكلي في تمام ساعة الخامسة وتسع وعشرين دقيقة وكانت نهاية الخصوف شبه الظلي عند الساعة الثامنة والثماني دقائق مساء واستغرق الخصوف القمري مدة خمس ساعات وخمس عشرة دقيقة لكل مراحل